وقع رئيس عبدالفتاح السيسي القانونة رقم 161 عام 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج تتضمن التيسيرات أنه يحق للمصر الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفى من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائدا بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد